في محطتها الحادية عشرة تجمع العاصمة الكزاخية أسيتانا الفرقاء على الأرض السورية استئنافاً للمحادثات التي بدأت منذ سنتين ولم تثمر إلا عن سيطرة نظام الأسد بدعم روسي وإيراني على معظم مناطق المعارضة المسلحة باستثناء محافظة إدلب وما يتصل بها من ريف حلب وتدور أجندات جولة أسيتانا حول تعزيز اتفاق سوتي بين روسيا وتركيا حول إدلب إضافة إلى مناقشة تشكيل اللجنة الدستورية والتي استوجبت حضور المبعوث الأممي ستيفان ديمستورا الذي قالت عنه مجلة The Atlantic الأمريكية إنه فشل في إيقاف المذابح في سوريا موسكو بدورها طرحت ملف إعادة اللاجئين والنازحين وإعادة الإعمار في مرحلة ما بعد الحرب وهذه ورقة تراها المعارضة بعيدة عن مقاربات الواقع ومسعى الروسي لإعادة تعويم نظام الأسد سياسيا على غرار تعويمه عسكريا ورقة أخرى تحملها المعارضة إلى أستانة وتصر على وجوب تفعيلها تحويل اتفاق خفض التصعيد في إدلب إلى وقف شامل لإطلاق النار لضمان عدم تكرار سيناريو الغوطى وريف حمص ودرع حيث أن روسيا ورغم تعهداتها بالالتزام باتفاق سوتيشي أغارت على عدة نقاط في المنطقة المنزوعة السلاح عقب هجوم بغازي الكلور شنه نظام الأسد على ريف حلب فدخلت واشنطن على الخط محذرة موسكو من العبث بموقع الهجوم والتعرض للمحققين الدوليين بهذه الحادثة مراقبون يرون أن المعطيات الحالية لا تبشر بجديد تحمله أستانة سوى إطالة أمد البحث عن حلول غائبة عن أفق محطات المباحثات بينما الأزمة السورية لما تجد محطتها الأخيرة ترجمة نانسي قنقر